بسم الله الرحمن الرحيم احبابنا طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا وسهلا بكم في لقائم جديد ومتجدد معكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم الدرس اللي فات حبابي الطلاب رجعنا فيه اول تلات دروس قراءة اول تلات صور قصة وخذنا كمان نص نصائح غالية تعالوا مع بعض نكمل هذه المراجعة الشاملة على نصف المنهج ومعانا دلوقتي نص عهد الطفولة النص ده انتوا عارفين طبعا والشاعر بيذكر ان هو ايه عهد الطفولة لا يفارق بالها ابدا ولا ينسى وانه دائما وابدا ما يتذكر عهد الطفولة لنا فترة مرحة فترة الانسان لا يتحمل فيها مسئولية وليست عليه اعباء الا انا ادرك عندما كبر ان العلم هو الذي يعني يستحق ان يطعب الانسان من اجله وان يسافر ويشد الرحالة من اجله ونص لذيذ وجميل والانسان للشاعر ده انا وسافر وتعلم العلم واختار ان يكون شاعرا تعالوا مع بعض بقى ناخد اسئلة برضو نحلها على النص بتاعنا اللذيذ ده النص عهد الطفولة من النصوص الشاعرية لا شاعر يعني دراسة مش حفظ لكن من النصوص اللي يتيجي اختياري ان شاء الله اول جملة بيقول لي لم يحن الشاعر الى طفولاته وبراءاتها ولم يتذكر محاصنها لسه اي لا طبعا ده هو لم يغادر عهد الطفولة بال وخيال الشاعر يبقى الاجابة طبعا خطأ الشاعر لم يتذكر اللعب واللهوة وانما تذكر حبه للعلم وطلبه الشاعر لما كبر اللي شغل باله بقى واللي تذكره جدا وسعى اليه اللعب ولا السعي لطلب العلم بيقول لي الشاعر لم يتذكر اللعب واللهوة وانما تذكر حبه للعلم وطلبه او وطلبه الاجابة طبعا صح لكن رأيت العلم نورا صاطعا متألقا في عالم مفضال ده هو قال كده حتى بعد كده بيقول لي طمع او طمع الشاعرون في طفولاته في المكاسب المادية الفنية لا ده هو بيقول ما كنت أطلب في مداه مكاسبا صح كده من مغنى من فان او مربح مالي جبال اجابة خطأ لان الشاعر لم يطمع في هذه المكاسب ادرك الشاعر منذ طفولاته قيمة العلم فرأه نورا في عالم يقدر العلم والعلماء اه طبعا دي بالضبط بتكمل وبتدعم رقم اتنين الاجابة صح لهذا ارتحل الشاعر سافر يعني حبا في العلم ورغبة في الاستفادة منه بيقول ايه شدت لشعلاتي الرحال برغبة للاقتباس لذا شددت رحالي بقى الاجابة صحيحة فاذا انا كفراشة بهرت بما قد ابصرت من هيبة وجلالي فقبست ايمانا وحبا صادقا بالمرتجى والشعر كان مجالي بما صور الشاعر نفسه في البيتين وما دلالت ذلك التصوير بيقول فأول بيت فاذا انا كفراشتين بقى صور نفسه بالفراشة وما دلالت ذلك التصوير شدة الحب والاعجاب للعلم شدة الحب للعلم والاعجاب به اكمل ما يأتي فقبست علاقتها بكلمة ابصرت بيقول لي ايه فاذا انا كفراشة بهرت بما قد ابصرت من هيبة وجلالي انا عمز الفراشة اللي شافت هيبة وجلال وعظمة العلم كانت ايه نتيجة با فقبست ايمانا يبقى الاجابة تبقى نتيجة فقبست علاقتها بما قبلها نتيجة وبيقول لي ايه تنكير ايمانا وحبا فقبسته ايمانا وحبا ليه جات نكرة الحاجات دي حلوة لوحشة الامان والحب حاجات كويسة يبقى التنكير يفيد التعظيم طيب النص التالت عندنا في المنهج من النصوص النصرية الحديث الشريف اللي هو من اجل مصر وبرضو من النصوص الحفظ وطالما حفظ تعالوا مع بعض نسترجع حفظنا للنص ده هو النص كله على بعضه ثلاث جمل اكمل الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكروا فيها ايوة سمعكم بتقولوا القيرات الله ينور عليكم اهي فاستوسوا ايه النبي قال ايه فاستوسوا عليه الصلاة والسلام فاستوسوا باهلها خيرا فان لهم اهل مصر لهم ايه على المسلمين ذمة ورحما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ما يلي فان لهم ذمة ورحما الجملة دي تعليم ما قبله واسلوب توكيد او اسلوب مؤكد بان اسلوب مؤكد بان طيب ذمة ورحما العطف يدل على تعدد حقوق المصريين التي يجب ان يراعيها المسلمون عند فتح مصر وبرضي يقول لي العلاقة القوية بين الحق والمشاعر الانسانية دي اجابة تانية يعني يبقى العطف يدل على تعدد حقوق المصريين التي يجب ان يراعيها المسلمون عند فتح مصر لان لأهل مصر زمة ورحما سين واحد يقول لي بما اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا ده انتو الحديث ده يعني ما شاء الله عليكم اشتر مني بكتير جدا فيه تقول لي يا مصر اهو اوصى اوصى الرسول ان يعامل المسلمون اهل مصر بالخير والاحسان اللي يقول لي بحسن معاملة اهل مصر صواب طبعا ليه لماذا لان لأهل مصر حرمة وحقا وقرابة بينهم وبين العرب النبي قال عليه الصلاة والسلام فان لهم زمة ورحما لان لأهل مصر زمة ورحما عند العرب المسلمين ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم زمة ورحما زمة هي الحرمة والحق والعهد اللي بين العرب وبين اهل مصر الرحم هو القرابة طب الرحم بقى جات منين ما صلة القرابة بين اهل مصر والعرب المسلمين او يجي لي سؤال يقول لي المصريون المصريون اخوالوا العرب جات منين العلاقة دي تكروا كده معايا فالسيدة هاجر زوجته سيدنا ابراهيم وام سيدنا اسماعيل جد العرب كانت مصرية السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل الذي جاء من نسله العرب مصرية وكمان كما ان السيدة مارية ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ايضا مصرية يبقى في رابطين قويين بين العرب المصريين وبين اهل مصر السيدة هاجر والسيدة مارية رضي الله عنهما طيب النحو احنا عملت النحو معاكم المرضي مش قطعة ومش اسئلة الشكل المعتادة عن نحو لا اسئلة برضو مع بعض كده لزيزة وسهلة ان شاء الله مش تاخد معنا وقت وهنراجع بيها نقاط كتير جدا في المنهج ركز معايا وقلمك معاك ويلا مع بعض تشوف الاسئلة اختر الاجابة الصحيحة ما اسمك انا بقول لي طالب ما اسمك ما هنا اسم موصول ولا اسم شرط ولا اسم استفهام حتى فيه علامة الاستفهام بينا انا بقول له ما اسمك يبقى دي اسم استفهام اسم ما ابني نوعه اسم استفهام طيب جيت في الجملة تانية قلت لك ايه انت تكلمت فقلت لك اعجبني ما قلت اللي انت قلته عجبني ما هنا ما اسم موصول ولا اسم شرط ولا اسم استفهام ما هنا بمعنى اعجبني الذي قلت اللي انت قلته باسم موصول هي ما وما بس حسب سياق الجملة بحدد نوعها بعد كده ما أجمل الربيع ما هنا اسم موصول ولا تعجبية ولا اسم استفهام هنا مش استفهام ولا موصولة ده هنا شايف أنت العلامة التعجب ده أسلوب تعجب وده إن شاء الله ما ربنا يكرمكم في تانية سنة والترمي التانية أتأخذوا أسلوب التعجب بالتفصيل وبصيغاتيه ما أفعله وأفعل به يبقى ما هنا تعجبية يقول ما أعظم العلم ما أعظم مصرانة ما أجمل الربيع ده كله أسلوب تعجب ما هنا تعجبية طيب ده نوع الثالث ما أقول لك ما كذبت أبدا ما هنا ها ما كذبت أبدا ما هنا نفية يبقى أنت عندك قدامك أربع أنواع من ما تكون عارفا طيب بعد كده بقول لي نجح اللذان اجتهد اسم وصول اللذان مبني ولا معرب تخلي بالك عشان الجملة خمسة دي سؤال الفائقين لو مركز معي أستطيع تجاوب سؤال الفائقين نجح اللذان اجتهد الاسم الموصول هنا اللذان معرب ولا مبني احنا قلنا الأسماء الموصولة كلها مبنية مع عدل مسنة اللذان ولا ثاني يبقى هنا ايه؟ معرب ستة بيقول لي حيث ومنذ وأمسي والآن ظروف مبنية ولا معربة؟ يا مستر الظروف دي كلها مبنية صح كده؟ حيث ومنذ وأمسي مبنيا على الضم أمسي مبني على الكسر الآن مبني على الفتح لا تمشي مسرعا تمشي ده فعلا مضارع مجزوم عشان لا نهية اوعى تمشي مسرعا اياك تمشي مسرعا طب مجزوم بايه؟ هو الفعل ده صحيح الآخر ولا معتل الآخر ولا فعال خمسة؟ الفعل ما دي بتاعه؟ ماشى ميمشين ألف لينة كده فالمفترض يقول لا تمشي في ايه؟ حزفت ليه؟ لأن الفعل المضارع معتل الآخر لما بتخش عليه أداد جزم حرف العلة يقول شيلوني أنا مش هاعد خالص لأن حرف العلة وأدوة الجزم ما بيطقوش بعض حرف العلة في الآخر الفعل المضارع لما تخش أداد جزم لازم نشيله بنحزفه يبقى ده فعل المضارع مجزوم بيه؟ حزف حرف العلة أي فعل مضارع معتل الآخر يجزم بحزف حرف العلة دعوته ربي دعوته أنا معلمك الفعل الماضي انطقوه هو الفعل أصله دعا فأصله أخره الواو مش الته عشان سمعت ناس ألولي ايه؟ يا مصر ما ابن عظام مين قالك ما ابن عظام؟ دي دعاو أخره الواو الواو ساكنة وانت عارف ان الفعل ماضي عندما تتصل به التاء الفعل نون النسوة نال فعلين يبنى على أيوة سمع الشطار ماشاء الله المذاكرين ومراجعين قالوا لي مابني يا مصر على السكون دعاو الواو ساكنة التاء مضمومة للتاء فعل بتاعت المتكلم مش هي علامة البناء طيب مع بعض كده اللاعبون استعدوا اللاعبون استعدوا ده فعل ماضي أيضا مابني على هو الفعل أصله استعدى انت انطق انطق وانك عدال استعدوا ها شوف انا وطاقة الدال عليه ايه؟ أيوة مابني على الضم الفعل الماضي يبنى على الضم اذا اتصلت بيه واو الجماعة ودي الحالة الوحيدة اللي بيبنى فعل الضم ادعو الى ربك ادعو ده فعل أمر مابني على ايه؟ السكون واللحظ في حرف العلة واللحظ في حرف النون ادعو هو اصلا الماضي بتاعه ده فاكرا ملتلك الأمر يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه المضارع بتاع ادعو يدعو طب يدعو ده جزمه حطت قبلي لم لم يدعو لسه يقول لك فعل مضارع اخره حرف علة جات قبلي قد ده جزم شيل حرف العلة احذف حرف العلة يبقى المضارع مجزوم بحذف حرف العلة الأمر بتاعه يبنى على حذف حرف العلة يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه يبقى ده مصر يبقى مابني على ايه؟ حذف حرف العلة طيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني فعل أمر مابني على السكون ولا حذف حرف العلة ولا حذف حرف النون ادعوني ففي هو جماعة فعل الأمر إذا اتصل بي هو الجماعة يا المخاطبة المؤنسة ألف الاسنين يبني على حذف النون هي أصل الجملة هنا ادعونني وحذفة النون يبقى مبني على حذف حرف النون طيب الطفلان تشاجر فعل ماضي مبني على الفتح ولا السكون ولا الضم أنا عندي الفعل تشاجر أخره أنا هنطأ وعيني على الره تشاجر الره ملا فتوحه إذا مبني على الفتح أنت الماضي من خلال مطأك للفعل هتقدر تعرف علامة بنائه تاني لا تضيعوا الوقت لا تضيعوا الوقت إياكم أن تضيعوا الوقت اوعى تضيعوا الوقت لا هنا نافية ولا ناهية أيها بالضبط خلال شكناك يا مصر عرب تعمل كده بقى ناهية لا اللي بمعنى إياك اللي التحذير دي ناهية أما لا اللي بتنفي دي من معناها المهزب لا يكذب المهزب ما بيكذبش يبقى دي لا نافية وإحنا في حلقاتنا ودرسنا فرقتلكوا في المعرب والمبنى من الأفعال لنا هي ولا النافية ولا من الأمر ولا من التعليل هتقدروا ترجعوا للحلقة بتاعة المعرب والمبنى في الأفعال فيها تفاصيل كل الحاجات دي اللي احنا بنطبق عملي عليها بأسئلة لذيذة وسهلة إن شاء الله بعد كده بيقول لي سافر أخوك أخوك اسم معرب بعلامة أصلية ولا فرعية فيكرك يقول تلك العلامات الأصلية الرفع ضمة والنص بفتحة والجر كسرة في الأسماء طب أخوك هنا فاعل مرفوه بالواو لأنه أسماء خمسة مرفوه بيا مستر بالواو بس خلاص بعلامة فرعية لأن علامة الأعرب الأصلية في الرفع الضمة بدا علامة فرعية والأسماء الخمسة والجمع المذكر السالم والمثنى كل دول علاماتهم كلها فرعية وجمع المؤنس السالم في حالة النصب فقط علامته فرعية والتلاتة دول موسنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة علامات إعرابهم كلها فرعية طيب نكمل تاني سألة الأزيزة سألة مفاش التقل اللي انتوا كنت بتشيكوا منه قبل كده نغير شوية معاكم إن الميادينة واسعة اسم معرب بعلامة يا مستر ده الميادين اسم إنه منصوب الياء مين قال لك منصوب الياء يا مستر مع أخيرة دي جامعة أخيرة ياء ونون أقبأ معايا كده واخد معلومة على الماشي وكتبها عندك مش أي جامعة أخري ياء ونون يبقى جامعة مذكر سالم مش أي جامعة أخري ياء ونون جامعة مذكر سالم أقول لك حاجة كمان عشان تتأكد إن الكلمة دي جامعة مذكر سالم اعملها مرة بالياء ونون ومرة بالو ونون لو قابلت الاثنين يبقى جامعة مذكر سالم لو ما قابلتش الو ونون يبقى مش جامعة مذكر سالم يعني دي الميادين جامعة وآخري ياء ونون طب أنا معاك إنه جامعة مذكر سالم ينفع عليها الميادون طب كلمة البساتين ينفع لي البساتون ما تاخدش بالشكل احنا قلنا النحو مش بالشكل النحو يفهم لا يحفظ كلمة شياطين في كلمة اسمها شياطون عمر اسمها شياطون بساتون مساكون بدل مساكين يبقى الجمع اللي هو اخره يا ونون بس وما بيقبلش ونون ده اسمه جمع تكسير لان المنون دي اصلية دي اصلها ميدان مفردها ميدان يبقى دي جمع تكسير وجمع التكسير بيتنسب بالفتحة بعد اللفة الطويلة دي والمعلومة الجديدة دي اقولك بقى كلمة ميدين اسم معرف بعلامة أي وده تقولي اصلية يا مستر لان دي جمع تكسير وهنا اسمه انهم منصوب بالفتحة مش باليا ما يضحكش عليك يبقى عالمته اصلية لانه منصوب بالفتحة مش باليا لانه جمع تكسير وليس جمعة مذكر سالما اكتب عندك المعلومة دي تعاونت مع زميل كلامه صادق كلامه صادق نعته جملة آه جملة جات بعد اسم نكرة كلمة زميل في محل تقول لي استنى يا مستر كلمة زميل هعربها وبناء على إعرابها الجملة هتتبعها في الموقع الإعراب زميل هنا دي مضاف إليه لإني مع ظرف وبرضه زود عن سيادتك مع ظرف وليست حارفا مع ظرف يبقى زميل مضاف إليه مجرور بس يبقى الجملة دي في محل جر لإن اسم نكرة مجرور اللي بعده أخوك رجل يكرم الضيف أخوك رجل يكرم الضيف يكرم الضيف نعت جملة في محل آه عشان جملة فعالية يجبع الاسم نكرة تقول لي استنى يا مستر بقى أروح لكلمة رجل رجل خبر الاسم النكرة خبر مرفوع يبقى الجملة في محل رافع الله ينور عليكم لإن الجملة تتبع جملة نعت تتبع الاسم النكرة في العرب إن في الجنة بابا اسمه الريان ربنا يكرمنا جميعا بي يا رب إن شاء الله يعني إن في الجنة بابا اسمه الريان بابا اسم نكرة اسمه الريان جملة اسمية الجملة بتوصف الاسم النكرة آه الجمل بعد النكرات صفات طب تمام نعت جملة في محل كلمة بابا هي أولا بين هي بابا دي مش بابا ها إن في الجنة بابا يبقى بابا اسم إن مؤخر منصوب على متنصبه الفتحة أصل الجملة إن بابا اسمه الريان ماله في الجنة وحتى قديمه التأخير دي انت مضطرر عارفينها لما تلاقي بعد الحرف الناسخ شبه جملة إنه واخواته أو كانه واخواته شبه جملة يعرف يعني شبه جملة بيبقى شبه جملة خبر مقدم خبر الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ زي هنا كده إن في الجنة اللي جيب بعد إنه شبه جملة فيه حرف جر واسم جرور مفعش أقول فيه اسم إنه ولا الجنة اسم إنه هنا فيه تأخير إن في الجنة ده شبه جملة في محل رفع خبر إنه مقدم بابا اسم إنه واخر منصوب بعد اللفة دي برضو وحتى تأخير دي أعرف إن اسمه الريان ده نعت جملة أيوة مسأل في محل إيه أيوة نصب لأنه نعت اللي اسمه منصوب يبقى في محل نصب النعت شبه الجملة يحتاج إلى الرابط ولا لا يحتاج إلى رابط فاكريين لما عملت لكم كده فاكريين المفرد وشبه الجملة ما فهمش رابط اللي في النص دول اللي هم الجملة الجملة الاسمية والفعلية هم دول بيحتاجوا رابط إنما المفرد وشبه الجملة لا يحتاجان إلى رابط فيبقى هنا نعت شبه الجملة ها لا يحتاج إلى رابط الجملة فقط وشبه الجملة الاسمية والفعلية أما المفرد شبه الجملة لا يحتاجان رابطا كتبت رسالة عناصرها مرتبة النعت الجملة اللي عناصرها مرتبة به رابط فين الرابط اللي في النعت جملة عناصرها مرتبة الها ولا هو ولا هي أكيد طبعا اللي ها في كلمة عناصرها يبقى الرابط هو الها ضميري عود على كلمة رسالة لغتنا العربية لغة ألفاظها سهلة النعت في الجملة دي امشي معايا واحدة واحدة كده لغتنا مبتدأ مرفوعة لم ترافعوا الضم والنعت ضمير مبني في محل جاري مضافي لين العربية نعت ما هي لغتنا معرب بالإضافة والعربية معرب بقل لغتنا العربية يبقى العربية نعت مرفوعة بس ده نعت مفرد لغتنا العربية ما لها لغتون ادي خبر مرفوعة لم ترافعوا الضم لغة اسم ناكرة ما لها بقى او ايه نعتها ايه وصفاء ألفاظها سهلة يبقى جملة ألفاظها سهلة ده نعت جملة اسمية يبقى عندي كم نعت؟ عندي العربية نعت مفرد وألفاظها سهلة نعت جملة اسمية يبقى النعت هنا في الجملة العربية ألفاظها سهلة ولا هما معا هما معا اللي اتنين نعت ده مفرد وده جملة اسمية بعد كده بيقول لي قراته القصة هذه اكتب معلومة قلتها لك قبل كده اسم معرفة زائد اسم إشارة حط دارة الاسم الاشارة وكتب يسوي نعف اكتب تاني اسم معرفة زاد اسم موصول حط دارة الاسم الموصول وكتب نعف طبعاً في نسبة 99% عشان ممكن تجي خبر يعني هبنقول لي ايه الاغلب الاعام بيبقى نعف هنا بالجملة بتقول لي قرأت القصة هذه هذه اسم اشارة جاي بعد القصة اسمه وعرف بقى المعرفة بعد معرفة انا كالي بقول ايه قرأت القصة دي القصة دي القصة هذه بها هذه هنا نعت اسم اشارة مبني في محل نصب نعت لان كلمة قصة مفعول به اطباء مصر الاوفياء ماهرون وربنا يحفظ اطباءنا ويقويهم يعني يا رب ان شاء الله اطباء مصر الاوفياء الاوفياء نعت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور انا ادتلك على الصبورة دي مع بعض وحلنا مع بعض ثم راجعت من نحو الشاملة من كم حلقة عما قلتلك ايه شعب مصر الكريم وشعب مصر الكريمة قلتلك اقرأ وافهم افهم اتلاقي دينا سألة معاك يعني كلمة الاوفياء عيد على مصر وعلي على اطباء عيد على اطباء اطباء مبتدى مرفوع يبقى دي نعت مرفوع واحد يقول استنا يا مصر ازاي الاوفياء نعت وكلمة اطباء ناكرة مين قالك ان اطباء ناكرة اطباء مصر ده معرف بالاضافة كان يقول الاطباء الاوفياء يبقى دا نعت ماله مرفوع اللي بعده آخر جملة في النح أداة العطف لا تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها ولا تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها تقوم الدول على العلم للجهل يبقى تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها 24 جملة استعرضنا فيهم السئلة اجتداء قوي على منهجنا منهج النح يا رب تكون النحو ده مخفيف المرادة عليكم واستفدتوا من الجمل اللذيذة السهلة السريعة دي حابب بقى حبيبي في المراجعة دي ان شاء الله عشان تتمت الاستفادة نقش حضرتك في حاجات بفنقصك كتير او في الاملة اللي هي كيف تكتب الهامزة وكيف تكتب انت الهامزة تعال بقى معايا على الصبورة كده وركز وقلمت معاك وكرستك معاك واما حاجة تركيزك معايا فضل حديث طيب حبيبي تعالوا مع بعض نستعرض الهامزات سواء كانت في اول الكلمة او في اخر الكلمة مع بعض النهاردة والهامزة اللي هي المتوسطة لفص الكلمة دي لها كلام كتير او ان شاء الله مع بعض في الحلقة القادمة ان شاء الله بص حبيبي الهامزة بتيجي في الكلمة تلات مواضع اما في اول الكلمة خلاص كده بتجيلي اما في اول الكلمة ودي ليها شكلين لو جات لي انا بتكلم على هامزة القاطع هامزة القاطع لها شكلين ليه بتجي في اول الكلمة اول الاسم اما بتكتب فوق او بتكتب تحت بمنطقة البساطة يعني عشان حضرتك ايه تبقى الدنيا معاك كويس لو الهامزة مضمومة يعني عليها ضمة او فتحة بتكتب فوق لو الهامزة مكسورة بتكتب تحت ايه مصح عارب تعمله ده بص حين يعني اقول لك مثلا كلمة ايه كلمة ابي كلمة امي وقص على هاتين الكلمتين بقى اي كلمة زيهم ابي امتا كده ا ا ا الهامزة ما لها مبتوحة اش كده الهامزة كتبت فوق طيب كلمة امي الهامزة مضمومة يبقى كتبت برضو فوق طيب متى تكتب الهامزة تحت الالف اذا كانت مكسورة الهامزة القطر امقول مثلا كلمة اسلام طالب اسمه اسلام اكتبها فين اكتبها تحت عشان احنا بتشوف في الاملة وفي التعبير كوارث في كتابة الهامزة تيجي كلكم تكتبوا كلمة الانسان الهامزة فوق ما اسمقاش الانسان اسمقها انسان اي اي بقى الهامزة تحت ا او او الهامزة فوق يبقى دي الهامزة في اول كلمة في منطل بساطة contest اما ان تكتب فوق الالف لو كانت مضمومة او مفتوحة ولو كانت مكسورة تكتب تحت الالف طالت امثلة قص على هذه الكلمات وكل الكلمات البقية طب الهامزة في اخر الكلمة في اخر الكلمة او اسمها الهامزة المتطرفة اللي بتيجي في طرف الكلمة في الآخر بتكتب إزاي بقى حبيبية؟ بص معي الهامزة في أول الكلمة عشان أكتبها بصت لضبطها هي شكلها هي هي متشكلة إزاي؟ لو هي مضمومة أو أو آم أو مفتوحة فوق الألف لو هي مكسورة إي بتحت الألف الهامزة في آخر الكلمة أنا هبص مش عليه هي بقى هبص على الحرف الذي يسبقها الحرف اللي أبلها على طول يبقى تكتب في آخر الكلمة تكتب بناءً على آخرها الحرف اللي أبلها يعني عندي الهامزة إيه؟ الهامزة إيه في الآخر إيه تخلين إيه مكتوبة كده؟ عشان أكتبها بقى لازم أبص على الحرف اللي قبلها لازم أبص على الحرف اللي قبلها طيب بص معايا لو كان اللي قبلها ما قبلها الحرف اللي قبل الهامزة المتطرفة دي مضموم يعني الحرف اللي قبلها على طول مضموم هي تكتب على إيه؟ على حرف مناسب للضم تكتب على واو لم تكتب كده زي كلمة إيه؟ كلمة لؤ لؤ كلمة لؤ لؤ خليك إحنا في الهمزة اللي في الآخر دي دي تكتبت على واو ليه؟ لؤ لؤ دي الهمزة اللي في الآخر دي علشان يا مستر اللام مالها لؤ لؤ مضمومة فتكتب الهمزة على واو طيب كلام جميل إذا كان ما قبلها إنه الحرف قبل الأخير ما قالوا يا مستر؟ مفتوح ما قبلها مفتوح بتكتب على إيه؟ إيه الحرف اللي بيناسب الفتحة؟ الألف بتكتب كده زي إيه حبيبي؟ زي كلمة إيه؟ بدأة زي كلمة إيه؟ بدأة هي ليه بدأة؟ اتكتبت كده ليه اتكتبت على ألف؟ عشان بص الدال كده با دا دا مفتوح الدال مفتوح يبقى الهمزة تكتب على الحرف مناسب للحركة اللي قبله طيب ماشي طيب لو اللي قبلها ما قبلها مكسور يعني تحت كسرة اللي همزة تكتب على إيه؟ تكتب على ياء تمام زي إيه حبيبي؟ زي كلمة شاطئ كلمة شاطئ ليه اللي همزة كتبت على آآ ياء؟ لأن الطا الحرف اللي قبلها مكسور آخر حاجة لو اللي قبلها ساكن أو حرف علة تكتب على السطر تكتب على إيه؟ على السطر زي كلمة بد كلمة عب أو كلمة سوق الكتب تلنزع السطر ليه؟ لأن هنا اللي قبلها حرف ساكن وهنا اللي قبلها حرف علة بتكتب على واو لو اللي قبلها مضموم على ألف لو اللي قبلها مفتوح على نبرة اللي هي يعني دي لو اللي قبلها مكسور تكتب على السطر لو اللي قبلها ساكن أو حرف علة دي مواد الهمزة المتوسطة بأبسط طريقة الهمزة آسف المتطرفة بأبسط طريقة ودي الهمزة في أول الكلمة عشان ما تغلطش في القيم لو تنقص وما تغلطش في التعبير برضو تنقص وإن شاء الله المرة الجاية ناخد الهمزة المتوسطة ونعمل أبارض الطريقة بخط صغير كده وسهل جداً مع بعض إن شاء الله تعالوا نكمل حلقتنا حبيبات الله طيب يا رب حبيبي إن شاء الله يكون المراجعة استفدتم منها في كافة فروع اللغة العربية المهاردة كمان نتكلمنا على الهمزات خدنا الهمزة في أول الكلمة كيف تكتب والهمزة في آخر الكلمة المتطرفة الطرف الكلمة يعني كيف تكتب لها أربع صور وإن شاء الله نتكلم على الهمزة المتوسطة زي ما قالت لكم في المرة القادمة إن شاء الله واستعرضنا نصف منج القصة والقراءة والنصوص حلقة جاية إن شاء الله نكمل ألقاكم على خير دائماً وأبداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة